الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبي وموالا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله إلى آخر الآيات من سورة يونس من الآية ستين أو واحد ستين للآية تلاتة ستين في هذه الآيات يبين الله تعالى أولياءه ويبين الصفات التي يتصفون بها ويبين عاقبتهم الحميدة في الآخرة ويبين بشارته لهم في الدنيا الآيات دي عظيمة جدا بعدين للأسف الشديد قبل ما أخش لك في كم نقطة لأنه المغرب قرب إن شاء الله تعالى للأسف الشديد في ناس الآيات دي قالينها خاصة بأشخاص معينة معينين قل لك ألا إن أولياء الله إنتك أصد القوم لا لما القوم أولياء الله الله عنده أولياء في الأرض وأولياء أنه يتولى شؤونهم سبحانه وتعالى والله أبشي الولاية علي اثنين في ولاية عامة أي بشر لا في على وجه الأرض يتولى الله أمره بل كافر ذاته مش كافر بيدخل في الولاية العامة 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 شديد جدا كلام ذا قالوا ابن حسيمين رحمه الله الدليل شنو قال تعالى في القرآن في سورة في سورة الأنعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر الآية يعني في ناس بيتعذبوا ومن الموت بيبشرون بالعذاب وفي القبر يتعذبوا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ففي آيات تمشي ترجع سورة الشورة القنص ترجع هناك سورة الأنعم في ولاية عام أي بشر لا في علاوة الأرض إذا الله متوليه بيحفظه من مشاكل كثيرة جدا سبحانه وتعالى وبنعم على برزوه بعد ذاك في الولاية الخاصة ودي للمؤمنين ودي عليك اسمين ولاية عامة في وسط المسلمين والمؤمنين إنت مؤمن ولا كافر والله أنا مؤمن بالله وللله تعالى لكن يا مولانا بشرب خمرة وللله لا يا مولانا بسمع هنا مرة مرة كذي وللله الدليل قال تعالى في القرآن احنا بنديك آيات ما قصايد زي ما بدك آيات ولا حاديث وحفظك القرآن هل بيحفظ فيهم تهي حفظك وما فهمه والله الذي إله إلى غيره شغلتهم بس قصايد الجامع يقلبو زي النادي وزي الحفلة جامع تل 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 ياسسين أسام رب القوم تل 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 يطهت أسى رجال ميمي رجال ميمي ديل شنو وميمي ذاته شنو أنا ذا نعرف ميمي دي شنو وسبعين في هندسة ورجال الكي واربعة شنو ما بعرف وادمشى الاربعة والقبل الاربعة والخلفة الاربعة تحشرنا في اربعة تمرقنا من يا زولة شغل ذي جدوى الاربعة في شنو ذاته في شنو الدين ده شنو الدين ده أربعة انتبه تفهم الدين على الإسلامي والله الذي لا إلى غيره أوهم الرأي العام فدي نقطة فهم ولا يعام حتى الزولة عند محاصي الدليل قال تعالى في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال تعالى في القرآن في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات دي نقطة أفهمة بعد ذاك في ولاية خاصة دي جات في الآيات دي من سورة يونس ده زول ولي وعنده مكان عند الله سبحانه وتعالى عظيمة ودي الولاية الخاصة ده مؤمن لكن بعيد من المعاصي وبيعمل الطاعات تقل الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ياتن يا الله الذين آمنوا وكانوا يتقون شكي في التفسير تفسير السعدي في تفسير ابن كثير قال السعدي رحمه الله وهكذا قال ابن كثير رحمه الله من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي دار تبقى ولي لله مؤمن وتقي ما محصورة بأشخاص معينين دي كذي يعني أنا ممكن أبقى ولي آي ممكن طالب تكون ولي لله تعالى ما الباب مفتوح الإمام مش مفتوح خج به وابقى مؤمن التقوى مش مابا مفتوح في زول قفلو لا لا أبقى تقي مؤمن وتقي ولي لله تعالى ولي تبقى لله سبحانه وتعالى ما يغشك ولي اللي تجيب لك بخور سوي لك غرفة وجنبك علم طاهر بغادي وكمون وشنوه وكذي شغال سبحة كر فكباب لي يا زول دب دل زا بمجزا ده ما دين يدال لله سبحانه وتعالى به الدين الحق أي أن تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام وأن تكون مؤمنا مؤمن يعني عقيدتك في الله صحيحة الخالق منه الله البد الجنة منه الله البرزق منه الله سبحانه وتعالى البد نهدي في الشدايد منه الله سبحانه وتعالى إيمان صحافي الله الله ماذا لك تقول يا الله ويا عباد الله لا 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 يا الله براه بس قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يحسانا قضى قضى من الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهي تبعيش تعبد غيره ودين البكوركو شفت البنبح ودين الصوفية دين أمسك الواحد قل لا أسمع مرتك قالت بتريدك بتحبك جدا وعندها بس كده بتحب تعالى الجيران كذي محبة بسيطة كذي بس بتحبه برضو كان مدىك عكاز ودى المرأة عكاز ولا أمره ووي تعالى الجيران ختيو أنا براهي بس طيب إنت في مرتك ما خلقتها دائرة تمشلك براك الله الخلقك تمشله تمشله غيره تبستابل ولا شنو والله الذي لا إلى غيره مرته قالت لنا إنت الراجل وفي راجل تاني برضو أنا عندي علاقة معه ما بديه عكاز ولا أمره أنا براهي ما مالي عينك آي طيب إنت الله بكفيك ولا ما بكفيك والله بكفي أليس الله بكافي عبده آي كافي لعبادي تمشله غيره المطر عمنه عند الله الشيخ اتدخله الشنو الشيخ ده اتدخله الجنل بتدمنه الله الشيخ اتجابه شنو والله يا مولانا ما الشيخ بدعو لنا الله الشيخ عنده كم يد يدين ويت عندك كم يدين كان عنده أربعة مش ليه لكن عنده يدين ما تسأل الله سبحانه وتعالى هو ما بقول لك بدعو لك الله وعديل في الكتب قل كباشي كم أدى ولد كباشي مش كم دعا الله فاستجاب له فوحب الولد لا 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 ما قال كذي كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي كلام ذا مخالف للقرآن وين الولي البد جنة البد جنة الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون فإتزاتك أبقى ولي وعي غشك لك أنا ولي براك كباشي سلمنا جذل لننك ولي طيبان ذاتي ما ذا ربقى ولي تحقيتك براك قفلو قفلو علي ناس معينين مجار ما جفت الناس دي يقول لك اسمك منوه محمد دا لسان حال واد منوه واد عمر لا لما ولي ويت عمر عمر واد منوه والله عمر واد عثمان ما ولي ويت أنا تاج السر تاج السر واد منوه واد الختم ات الولي ذاتك الولاي يبلب الولاي يبلبو يا ناس ويت منوه أنا فلان واد منوه واد المكاشفي اذا ات ولي نوح عليه السلام مش نبيه ايه صالح ولا ما صالح صالح نبي عديل ولد غرق كان كافر بالله تعالى ابراهيم عليه السلام مش نبي ايه ابوه ابراهيم عليه السلام خاطب اباه فقال قال الله تعالى واذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين هذه الكذب الموضوع تطويل والكلام يطول فإن تزاتك ممكن تبقى ولي لابس قميصك نظيف وبنطلون واسع وبتسل وبتذكر الله تقبس غط بصرك من الحرام صلي الصلوات الخمس في المسجد ايدع الحجاب ايدعه قول عقيد اتفع الله تمام ما تعتر تنادي الشيخ لأن الله قال لك ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة تنادي ليه يوم القيامة تصدق الله تنادي الشيخ ليه يوم القيامة يالفك يا الحقني والقيامة يستجيب لك من لا يستجيب لو الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين فتكون مؤمن تمام عقيد تكفي الله كويس وتقي تبعد من الحرام تعمل الطاعة التوليه تقرأ في الجامعة ولل الله تعالى شغال بتعفرهم وللله تعمضعم وللله تعالى افهم الكلام جاي للصوفية خدعوا الناس ساي زي ما قال لك اخونا ده غلبت ونشغل بس الصحابة دير رضي الله عنه مش اولية صحابة والله راضي عنهم اهي وريني مسيد حق ابي هريرة ابو هريرة عنده مسيد رضي الله عنه او وكر الصديق عنده طريقة براو الطريقة الصديقية لاقتك عمر بن خطاب عنده اعلام براو وجاء الله سبحة ما بالنظر صحابة الشغالين في السوق ويجع تعلموا واولي لله تعالى افهم الكلام خدعوا الناس غشون ذاته وما ورون معنا الولاية قال الا ان اولياء الله بعد ذلك قال لا خوف عليهم مش على الناس البنادون لا خوف عليهم هم ذات الاولياء ذاته ولا هم يحزنون الاولياء ذاته الذين آمنوا وكانوا يتقون مش الناس المعلان قال لك رب العزة والجلال قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها في جماعة قالوا نحن اجدادنا الانبياء ناس إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ديل اجدادنا دريبنا مارك الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم شنو ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اولا تتعلق بزول حديث في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ما تعلق بزول ساعة قلنا نحن كذي ونحن كذي قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب عديل خطى لك واضح زي صاح التعبير أداك لها واضح فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون تمش لها الله براك عقيد تكفي الله تمام بعدين مسألت الكرامات دي كرامات في القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو رزقها دي كرامة أكل الشتاء القاوة يام الصيف وأكل الصيف بالقاوة يام شنو الشتاء دي ما مخالفة للقرآن لكنت عد شوف كرامات هون عد شوف كرامات هذا الجماعة دي مخالفة للقرآن عديل شيخ بنزل المطر زي ما قال الخنجر شيخ بنزل المطر دي مخالفة للقرآن الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون ها أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون أي زول يقول لك أنا شيخي بدي جنا دفاق منه أي زول يقول لك شيخي أنا بجيب الرائحة دبتع شياطين ولا كالضاب مجرم ساي أي زول بيقول لك أنا شيخي ده أنا حجاب وأنا عقلتي في الحجاب ده ما في عقرب بتعمل ليش ما في سكين بتخش فينيه ما في طلقة بتخش والله الحجاب ده من شنو قال لك من قرآن قل للرسول لبسوه ده نزل على القرآن ذاته لبسوه لا ما لبسوه إيه تفهم منه لا 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 لابسوه ليه ليه قل لك يا مؤلاء لأنتم ما فهمتو نحن عقيدتنا فيها الله لكن ده سبب كالضاب أوريك كالضاب كيف قل لك لع الحجاب قضعوا قل لك شيء للعقرب دي قل لك لها بتطقانيه قل لها ألبس الحجاب لبسو قل لك شيء للعقرب بشيلة ده عقيدتو في منه أسألك بالله ده عقيدتو في حجابه ده يا زول ناس بكتار مرت كتير في البلد دي وارحنا شايفين الناس فيها خير قاعدين يجوا يقيفوا والمستعجي اللي بيجي يسمع في ناس من الواصلات قاعدين يسمعوا شاكيه بن جي كله اتنين لما قال لك الاتنين الجاي إن شاء الله عيد الاتنين الجاي بكون العيد الاتنين البعده إن شاء الله الناس بتجي تبلغ دعوة الله تعالى والكلام يطول دعوتنا دي واطحة بس قل لعقيدتك في الله وهو ربنا وربكم سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله